بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المهيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا قرابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل ذوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيل والنفل باسقا في لها طمع النظيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج كذبت قبلهم قوم نوف وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيسة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لدنه رقيب عقيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخيد ولفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك رقاءة فبخرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عقيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال العبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب فكير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما محسنا من لغوب تصبر على ما يقولون وتذبح بحمد ربك وتذبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فتذبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجفار فذكر بالقرآن من يقاط عيد